إن قناعتنا بقدرة طلبتنا وشبابنا على امتلاك العلوم والمعارف والتحكم في التكنولوجيات الحديثة مستمد من مسؤولية الدولة الصاهرة على التكفل بمنظومة التربوية والتعليم والتكوين فمؤسساتنا الجامعية بارغ عددها 115 يا أمها اليوم أكثر من 1.650.000 طالب ويؤطرها ما يقارب من 72.500 أستاذ وباحث ويبلغ عدد مراكز البحث فيها 30 مركز بـ 250.000 بحث اليوم أريد أن أدخل معكم النافس الثاني شكرا فيكم أنتم يقع على عاتقكم وعلى أكتافكم أن ترقوا بالجزائر إلى العولمة إلى الدول الراقية علميا والدول التي ترتكز عليها البشرية في الأبحاث العلمية وحل المشاكل الطبية والاقتصادية والفلاحية وكلها للبشرية كلها مش إلا الجزائر ما رأيناه اليوم يسعدنا كثيرا وأتمنى أن تكون إلا انطلاقة جديدة هذه المدارس التي هي فريدة من نوعها الجزائر ستنطلق بنفس جديد لشباب حي ووطني سيرتقي بوطنه إلى أعلى العليين إن شاء الله أننا في خدمتكم ليس أنتم في خدمتكم لأن من خلالكم ومن خلال خدمتكم نخدم الوطن ككل كل تدخل التاعي قلت أن الإمكانيات متوفرة أو لم يش متوفرة نوفرها الشباب المهم أن المساعدة تكون مدروسة وتكون كما يقولون شفرية حساب باين البلاد لديها الإمكانيات لكي تقوم بأبناءها ربما البعض يصلوا إلى درجة حقيقية وإنتاج حقيقي وإنطار التسجيع أبحات الدراسة ومع الأبحات فيه سندق وممكن أن نخلق سندق مختصة أخرى ولكن لكي نسمح فيك لا نسمح فيك والصندوق حتى ولو حالياً يبدو غير كافي ما كان حتى مشكلة السيد وزير المالي ينظل موجود هنا إذن نزيد أن ندعم الصندوق بما فيه كفاية لإحتضان كل مشاريع شركة أتمنى أن الوزارة ووصياً تعكم وزارة التعليم العادي ووزارة المؤسسات الناشئة يأخذوا هذا الكلام بعين الاعتبار ويقوموا أتمنى أن تحتاجوه ما الذي طلبته لا يوجد مستخدم أنا أطلب من سيد وزير التعليم العالي وهو مع كل المؤسسات التي تابعين التعليم لكي يدرسوا هذه المحفزات بالنسبة لبعض الفراع مثل ما نرفعنا المرتبة للباحثين نرفع الهوات والمينح نتعطى طلبة المختصين في شيء لأننا فيه عجز يعني لا يوجد مستحيل نرسوا عنه ونرى شبابنا واعي يرونوا في أعفاق اللي ما كنا نرى ونرى هولدينا أنا لا أسمحش في جزائري واحد مهما كان طلب الوحيد اللي طالبينه من الجزائريين في الداخل ولا في المهجر هو أنهم يحبوا بلدك لا تكره بلدك لا تكره الشخص الذي لا يعيش بك تقول لك لا تكره بلدك هذا ما كان خلاص القول أن الجزائر لا يوجد جنة ولكن أبدا لا يوجد جهنم أبدا بداية سيد الرئيس لقربكم منا ولمكانتكم المميزة في قلوبنا هل تسمح لي بأن أناديك باسم عمي تبون صلق اتحدثتم محافظة السامية للرقمنا فما هي آثاق تحقيق التكامل الرقمي وتعميمه على كل القطاعات أنا دم سميتنا عمي سميك بنتي يا ناتي نحن اليوم ماشي إن شاء الله في الطريق السليم وباكم تما بالشي اللي وصلتوا لي من إنتاج فكريين على ستارتاب أعتقد أن مستقبلة على البلاد من السنة 2027 أنا قلت سنة 2027 بالنسبة للجزائر تكون سنة حاسمة نكونوا كمنا من رقمنا إن شاء الله نكونوا طورنا صنعنا وطورنا لاقتصاد وطورنا إلى خيره وحتى انتومة بالنسبة للستارتاب أغلبها تكون دخلت في الإنتاج المستطميرين اللي هم ستالاف الهو سبعالاف طالب استثمار نكونوا كذلك دخلوا في الإنتاج نفوت إلا جزير أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر